من أروع الدروس التي تستفاد من عاشوراء درس الهمة العالية والنشاط في الحياة جسد الحسين وأصحابه هذا الدرس بأروع صورة أعطوا نموذج راع جدا يتعلم تتعلم منه الأجيال في النشاط والهمة العالية وما أحوج الإنسان إلى الهمة العالية في حياته يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه المرء يطير بهمته الإنسان مطالب بالوصول إلى الكمال والرشد كما هو معلوم عندكم الإنسان خلق في هذه الحياة ليسلك طريق الكمال والرشد فكيف يصل إلى الكمال؟ يصل إليه بواسطة الهمة العالية أمير المؤمنين في حديث آخر يقيم هذا الإنسان على ضوء الهمة حيث يقول سلام الله عليه قدر الرجل أو قدر المرء على قدر همته يعني الميزان الذي نقيس به هذا الإنسان هو ميزان الهمة فإذا كان يمتلك الهمة العالية فقدره عالي إذا كان لا يتصف بقصر الهمة والبعض للأسف الشديد يتصف بهذه الصفة قصر الهمة همته قصيرة إمام الصادق سلام الله عليه يقول ثلاث يحجزن العبد يحجزن العبد عن طلب المعالي ثلاثة أمور أولها يقول قصر الهمة وضعف الرأي وقلة الحيلة قصر الهمة أولها ضعف الرأي يشوف ضعيف ما يستطيع يتخذ قرارا يقدم رجلا ويؤخر رجلا هذا ما ممكن أن يبلغ المعالي الذي هو يعيش حالة التردد في اتخاذ القرار ولا يكون لهذا التردد مسوّق يعني أحيانا الموضوع بعده لم يتضح من حقه أن يتردد بل اللازم عليه أن يتردد إذا كان الموضوع غير واضح لا يستعجب لكن إذا كان الموضوع واضح إمكانيات متوفرة القدرة حاصلة فما الداعي إلى التردد من يتصف بهذه الصفة في هذا المورد لن يبلغ المعالي وكذلك قلة الحيلة حيانا هذا الإنسان لا يجد حيلة بواسطتها يبلغ المعالي على كل حال هذه المسألة مهمة جدا ولذلك أولتها النصوص الشريفة أهمية خاصة الإمام 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 زين العابدين في مناجاته المسمات بالمناجات الإنجيلية الطويلة مناجات موجودة في الصحيفة السجادية يطلب من الله عز وجل الهمة العالية جبيلة جدا هذه المناجات يقول اللهم رب العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين أسألك من الشهادة أقصط ومن العبادة أنشط ومن الزيادة أبسط ومن الكرامة أغبط ومن السلامة أحوط إلى أن يقول ومن الهمم أعلاها يعني الإمام يقول يا رب هبني همة لكن هذه الهمة تكون عالية جدا لأن الهمة العالية هي التي تأخذ بصاحبها إلى المعالي فما هي أبرز صفات أصحاب الهمم العالية هذا السؤال الأول وكيف يصل الإنسان إلى الهمة العالية هذا السؤال الثاني سؤالان أجيب عنهما باختصار شديد وأسألكم التعام من أبرز صفات أصحاب الهمم العالية ما ذكره أمير المؤمنين سلام الله عليه في أحد أحاديثه حيث يقول فعل الجميل ينبئ عن علو الهمة صاحب الهمة العالية ترى أفعاله جميلة تتصف أفعاله بالجمال إن جلست معه رأيت خلقه عال إن قام بعمل ما فإنه يسعى بقدر طاقته ليكون ذلك العمل متقنا جميلة لا يكتفي بأن يأتي بالعمل بصورة غير متقنا وهكذا اسحب هذا الأمر على حياة هذا الإنسان هذه واحدة من أبرز صفات أصحاب الهمم العالية كما وردت في الروايات الشريفة الصفة الثانية من صفات أصحاب الهمم العالية الحلم والأنات يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه الحلم والأنات توأمان ينتجهما علو الهمة الحلم ما المقصود به الحلم صفة عالية جدا الحلم صفة بسيطة الحلم من أرفع الصفات وهي صفة جامعة تجمع في طياتها أدت صفات كمالية صحيح يعرف الحلم بضبط النفس عندها يجان الغضب لكن حينما نراجع الروايات الواردة عن أهل البيت في الحلم نجد أن هناك مرتكزات ترتكز عليها هذه الصفة من أبرز المرتكزات غزارة العلم والمعرفة والقدر على التحكم في النفس هاتان صفتان يتميز بهما الحليم يتصف بهما الحليم يقول الإمام الحسن سلام الله بوفور العقل يتوفر الحلم طبعا العقل ليس المقصود به كمية المسائل العلمية المختزنة في الذهن وإنما المقصود به التعقل قد تقف على إنسان أمي لكنه عاقل وقد تقف على إنسان ينطوي عالم يسمى عالما لكنه غير عاقل حيث بالضرورة أن يكون العالم أي الذي يختزن في ذهنه معلومات كثيرة جدا يكون من العقل من زاد علمه على عقله في الرواية عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه والأحيان الإنسان يزيد علم على عقله كان وبالا عليه يبقى ما يبقوا مني يقول يقول إذا زاد علم الرجل على عقله كان وبالا عليه العقل يتعلق بساحة العمل ليس بساحة الفكر العلم يتعلق بساحة الذهن فالعاقل تجده يسلك السلوك الحسن يتصرف التصرف الحسن هذا العاقل أما من يختزن المعلومة في ذهنه ولا يلتزم بلوازمها فليس بعاقل هذا مو عاقل أحيان الإنسان يعلم بالشيء ولكنه لا يلتزم بلوازم ذلك الشيء فهو عالم ولكنه ليس بعاقل أهل الكوفو ما كانوا يعرفون الحسن على حق يعلمون أو لا يعلمون بأنه على حق إذن لماذا خرجوا لقتاله هل هم عقلاء لا يتصفون بصفة العقل في شيء العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان هذا هو العقل فالحلم إذن يحصل بوفور العقل بعد الإمام الحسن حينما سئله سلام الله عليه عن الحلم أجاب بهذا الجواب الجميل حيث قال ضبط النفس ضبط النفس الحلم ضبط النفس ضبط النفس يعني شنو يعني قدر على التحكم فيها وترى مشكلة الإنسان هي هذه مشكلة الإنسان الأساسية أنه لا يستطيع أن يضبط لا يستطيع أن يتحكم في نفسه النفس إذا قادت صاحبها أوردته المهالك أما إذا كان هذا الإنسان هو الذي يقود هذه النفس لا يوردها إلى الجنان الشهوات خيل شموس كما يقول الأمير المؤمنين الشهوات خيل شموس مثل خيل غير المدربة المروضة وزمامها التقوى شوف زمامها التقوى يعني الإنسان المتقي يكون زمام النفس بيده هو الذي يقودها إذن الحلم صفة عالية جدا وهي إحدى الصفات التي تدلل على علو همت صاحبها بعد من صفات أصحاب الهمم العالية الشجاعة شجاعة المرء على قدر همته والشجاعة مو فقط في ميدان القتال والحرب لا الشجاعة تأتي أيضا في ميادين أخرى هناك عدنا شجاعة يسمونها شجاعة فكرية وهي الإذعان للدليل والبرهان أحيانا البعض يعرف الحق والحقيقة ولكنه لا يذعن هذا جبان هذا ما يسمى شجاع الشجاع هو من يذعن للحق والحقيقة فعدنا شجاعة في ساحة القتال السراء أيضا هذه تنبع عن علو الهمم نسيبة بنت كعب رضوان الله تعالى عليه الأنصارية أي كم أبدت شجاعة منقطعة النظير يوم أحد مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يوم فر الرجال وقفت نسيبة هذه تقاتل وتدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولما رأت أحد أبنائها يريد الفرار وقفت بالسيف أمامه قالت إله إن تريد أن تفر ارجع وقاتل دون رسول الله صلى الله عليه وآله منعته من الفرار وقتل واستشهد هذا الولد أصيبت بجرح سقطت على إثره فأخذت إلى المدينة بعد أيام وإذا بمنادي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ينادي للخروج للقتال وإذا بها تتحامل على جراحها جرح عميق تريد تخرج مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قيل لها كيف تخرجين وأنت على هذه الحال قالت لابد من الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تخرج للطبابة والساقي فقامت تريد الخروج انفجر ذلك الجرح نزفت دم فزير سقطت مغشا عليها ما استطاعت الذهاب مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لكن لما عاد النبي الأعظم من تلك الغزوة أول ما سأسأل عنها فلما أخبروه بحسن حالها حمد الله عز وجل شوف علوهم مواقع للضراء لذلك النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كما تذكر المصادر المصادر التاريخية إذا رجعتم قال فيها مقولة يوم واحد إن موقف النسيب اليوم أفضل من موقف فلان وفلان طبعا الكتب التاريخي ما ذكرت فلان منه فلان منه على كل حال فهذه تتصف بألو الهم شجاعة والمرء مو المقصود به الرجل فقط مراهم كذلك واللطيف أن صاحب كتاب رياحين الشريعة ذكر أسماء النساء اللواتي يتشرفن بنصرة الإمام صاحب العصر والزمان لذكره أشرف الصنوات الله صلح محمد وعلي محمد خب أصحاب الخواص للإمام سلام الله عليه كم عددهم ثلاثمائة ثلاثة عشر خمسون منهم امرأة خمسون من هؤلاء من النساء خمسون امرأة صاحب كتاب رياحين الشريعة يقول لعل نسيب واحدة من هؤلاء لأن الله يرجعها إلى الحياة الدنيا لتنصر الإمام سلام الله لا كل حال فإذن هذه الصفة الثالثة الصفة الرابعة من صفات أصحاب الهمم العالية كما وردت في الروايات الشريفة الإحسان 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 والكرم كرم الإنسان وإحسان هذا الإنسان يدل على علو همته يدل على همة وعلو همة هذا الإنسان أيضا من صفات هؤلاء الكف أما في أيدي الناس سميه حنشين عزة النفس قد يكون محتاج ولكنه يترفع يقول سلام الله عليه الكف أما في أيدي الناس عفة وكبر همة وكبر همة لعلكم سمعتم بقصة السيد المرتضى مع الوزير من آل بويه وزير من آل بويه ولد له مولود فبعث بألف دينار إلى السيد المرتضى أخو السيد شريف الرضي شريف الرضي عنده نهج البلاغة ما أعرف بنهج البلاغة السيد المرتضى كان هو فقيه الأمة فقيه الطائفة يومئذ فلما ولد لأحد الوزراء من آل بويه ولأ مولود بعث بألف دينار كهدية عفوا لما ولد للسيد المرتضى مولود بعث أحد الوزراء بهدية إلى السيد المرتضى هي ألف دينار جوامها ألف دينار فلما جئ بها إليه رفض أن يأخذها قال أرجعها إليه فإني أشم منها رائحة نتينة يعرف السيد المرتضى غاية هذا الوزير شريف فلما أرجعها إلى الوزير الوزير قال قل له هذه للقابلة إذا ما يريد إذا ما يريد يأخذها خلي أعطيها القابلة لما أرجعها إلى السيد المرتضى السيد المرتضى قال خذها إليه وقل له إن القابلة منا نحن لا نأتي بقابلة من النساء الأجانب واحدة مننا أرجعها إليه أرجعها إليه الوزير قال للرسول خذها إليه وقل هذه لطلبة العلم جاء بها أرجعها إلى السيد المرتضى السيد المرتضى قال الآن خرجت من يدي صار وقت الدرس التفت إلى طلبة العلم عنده قال هذه هدية من الوزير فلان بن فلان جاء بها لكم فمن أراد أن يأخذ منها فليأخذ فما قام منهم إلا واحد وأخذ منها فقط دينارا واحدة وقال لو لم أكن في أمس الحاجة إليه لما أخذت شوف هذه علو هم هذه دلال على علو همة السيد المرتضى وطلبة العلم عنده هاي هذه أبرز صفات أصحاب الهمم العالية كيف نصل إلى الهمة العالية السؤال الثاني ترى أهم من السؤال الأول هناك عدة طرق أشير إلى بعضها باختصار شديد وأسألكم أول تلك الطرق انتهاز الفرصة ترى الحياة محدودة حياة الإنسان محدودة وعلى هذا الإنسان أن ينتهز الفرصة إمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول انتهز الفرص فإنها تمر مر السحاب إذا كانت الفرصة مؤاتية اليوم لعلها غدا تكون غير مؤاتية عبيد الله بن الحر لم يأتي الحسين سلام الله عليه فوت الفرصة بعد مقتل الحسين سلام الله جاء عبيد الله بن الحر وجلس على قبر الحسين يقولون وأخذ يبكي إلى آخر عمره متحسر ولا تحين من فرصة أضعتها خلاص رحت بينما بعض أنصار الحسين انتهزوا الفرصة انتهزوا الفرصة مع أن الظروف لم تكن مؤاتية لهم بعضهم كان بعيد أصلا الهفهاف بن المهند الراسي بلعل بعضكم سمع بي قصة الرجل ما كان أصلا في كربلا كان وين كان بالبصرة لما سمع بأن الحسين قد نزل خرج مسرعا من البصرة إلى كربلا مشيا على قدمه يقولون وصل يوم آشورة الحسين نزل يوم الثاني وصل الرجل يوم آشورة وقد انتهت المعرك ابتهت قتل الحسين سلام الله عليه ورأى حينئذ أجلاف بني أمية يتعدون على عقائل الوحي والنبوة حالا شهر سيفه وأخذ يقاتل يذود عن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله أنا الهفهاف بن المهند أحمي عيالات محمد صلى الله عليه وآله ارتجز بهذا الرجل الإمام استحسن قتاله ودعا له وقاتل الرجل حتى سقط صريعا يقولون هذا آخر الشهداء مع الحسين سلام الله فرصة انتهزها الرجل فإذن انتهاز الفرص هاي الطريق الأول الطريق الثاني للوصول إلى الهمة العالية جبران ما فات تريد تكون من أصحاب الهمم العالية عليك أن تجبر النقص الحاصل التقصير الحاصل فيما سبق من حياتك لابد لي هذا الإنسان أن يجبر ما فاته البعض وصل إلى أعلى المراتب حينما جبر ما فات الحر ابن يزيد الرياحي رضوان الله تعالى وغير الحر أبان ابن سعيد ابن العاص يقولون سعيد ابن العاص عنده خمسة خمسة أولاد وقيله ثمانية أولاد على كل حال عنده خمسة أولاد حتى كلهم خرجوا لقتال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يوم بدر قتل منهم اثنان قتلهم أمير المؤمنين سلام الله عليه بسيفة فبقي ثلاثة سعيد فبقي أبان أبان ابن سعيد وعمر وخالد عمر وخالد بعد واقعت بدر أسلم أما أبان فبقي على شركة رجع إلى مكة وكان شديدا على رسول الله صلى الله عليه وآله لما سمع بأن النبي قد خرج كان يسأل بعد غزوة بدر يسأل عن النبي قيل له خرج في أحدى غزواته خرج من المكة متوجها إلى المدينة لما عاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إلى المدينة جاءه تائبا مسلما مسلما تاب الرجل أسلم وأحسن في أسلامه فولاه رسول الله صلى الله عليه وآله على البحرين أزل أبو العلاء الحضرمي وعين أبان ابن سعيد يقولون أبان ابن سعيد كان محبا لأمير المؤمنية سلام الله شغوفا به ولذلك بدر بدرة التشيع لكن سمن محبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه البلاد طبعا البحرين ممقصود بها هذا البلد العزيز وإنما هذا الخط الممتد من البصرة إلى تقريبا عمان ساحل كل فهذا الرجل بعد أن بعد انتقال النبي الأعظم إلى الرفيق الأعلى جاء إلى المدينة هو أخوي فلما نظر إليهم أبو بكر الخليفة الأول قال ما الذي جاء بكم ابقوا مكانكم فقالوا نحن لا نليل أحد من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله واعترضوا قالوا الخليفة الشرعي من بعد رسول الله علي بن أبي طالب وجاء أبان وإخوته إلى الإمام وكان جالس مع بعض مواليه يعني بعض من أصحابه سلمان وأبو ذار المخلصين تقدم أبان يخاطب الإمام سلام الله عليه إنكم لشجر طوال طيبة الثمر ونحن لكم تبع وبقى على هذه الحال شوف هذا الرجل حسن في إسلامه صحح مساره هذا صاحب علو همه أيضا من الطرق أختصر لأنه الوقت لا يتساء لأكثر أشير إلى هذا الطريق وأرجع على المصيبة طريق مهم جدا وهو مخالطة أصحاب الهمم العالية مخالطة أهل المعالي عليكم بأهل المعالي كما ورد في أحد أحد الروايات شوف هذا والأصحاب الهمم العالية نحن نتعلم منه وهذا شيء طبيعي أنت لمن تجلس وإنسان كسول لعلك تشعر بالكسب لكن لمن تجلس وإنسان كسول لا تشعر بالنشاط شوف صاحب الهمم العالية إذا رافقته هم كذلك تكتسب من همته لذلك ما أتنا أفضل من هذه النماذج التي نقف عليها طبعا أهل البيت سلام الله عليه نماذج استثنائي أهل البيت ليس كأنث لهم أحد دعي قاس بآل محمد من هذه الأمة أحد كما يقول النبي العظم صلى الله عليه لكن خلنا تنزل إذا تنزلنا نجد تلك النماذج الصور الرائع ومن تلك الصور هذه الصورة التي نعيش اليوم نعيش اليوم تحت ظلالها تحت ظلالها شكرا